بسم الله الرحمن الرحيم هنبدأ شباب نحل التشوز اللي موجود في انت كان عليك في الجزء الفرست بس هنحل التشوز اللي موجود في الفرست هو كان question number 10 اول سؤال ما احنا بيقول حلو ارسم 2 forces هون ادي F1 اللي هو بكام ب 14 نيوتن و F2 في ال opposite direction يبقى ده 10 نيوتن طيب عايز المجنيتود بتاعت ال resultant انا بنقوله الكبير مينس صغير في حالة ان هم يكونوا طيب يبقى ده 14 مينس 10 هتطلع كام 4 نيوتن طيب ال direction بتاعها فين هتبقى مع الفرس الكبيرة والبر اوكي هو كده كده بيسر عن مجنيتود بس هيبقى الاجابة الصحة هي ال number B question number 2 بيقول 2 barrel forces acting in the same direction تعال ادي الاتنين و ادي ال same direction ايا كان بقى ترسمهم الاتنين مع بعض والفوق اتنين مع بعض والتحت طيب بيقولك المجنيتود بتاعت 9 نيوتن طب هات المجنيتود بتاع طب الاتنين ايه same direction يبقى R equal F1 plus F2 طب ال R اللي هي لو انا مسميها F هي الضبل بتاعها لو اتو F يبقى يبقى الصح هنا هو number D question number 3 بيقول F1 F2 resultant بتاعتها R F1 F2 طيب في عندي احتمال الاحتمال الاول ان يكون F1 وال F2 two parallel forces طيب والاحتمال التاني ان يكونوا الاتنين opposite حلو اول طيب هي اولا بس السؤال ايه ان R اكبر من F1 فلو هما opposite in direction فاكيد F2 هي اللي هتبقى اكبر عشان ال resultant تبقى ب11 لان R هي اكبر من F1 طب ال resultant في الكيس الاولانية ده F1 و F2 ليهم نفس ال direction يبقى دي كده ال R ال R دي بيكام ب11 طيب وال F1 وال F2 والله F1 طب F2 معرفهاش بس ساعتها في الكيس الاولانية دي هيبقى عارف ان R equal F1 plus F2 لانهم same direction ال R بيكام ب11 و F1 بقيت يبقى F2 هتطلع معك بكام بسرير طيب دي اول واحدة تانية واحدة تعال نشوف ال resultant فين اولا قلنا ايه ان يبقى لو هما لازم تبقى F2 اكبر من F1 يبقى F2 هي كبيرة هي اللي تحت يبقى ال resultant معها في نفس طب المجنيتود بتاع ال resultant كان 11 وانت اقيل لي ان F2 بكام اقيل لي ان F2 انا المفروض دي 1 حلو طب هما ده بال resultant معك كبير وفي نفس اتجاهها يبقى الفرص الكبيرة منس الفرص الصغيرة طب ال resultant و F2 تمام هي هي يبقى F2 تطلع بكام بكام يبقى دي كده الاحتمال التاني فهو بقى بيقولك ان F2 كمجنيتود اكوال كام انت عندك احتمالين مرة لو كانوا ومرة لما كانوا وبزة يبقى للشيء الصح هو number D طيب F1 F2 F1 هو مدهلك ب50 طب و F2 مدهلك ب60 طيب نشوف ال resultant بكام هي المفروض ال resultant بتبقى قريبة للفرص الاكبر طب وهنقول انها بتاكتف بوينت اسمها C انا عايز ال A C لان دي الفرص الاولانية ومين وال resultant اولا ال resultant هي مش دول يبقى ال resultant equal F1 plus F2 اللي هو 50 plus 60 يبقى ال resultant بتاعتك equal 100 ايه على حسب ال unit طيب بعد كده اروح اجيب ال point of action طيب هفرد اللي هو عايزة هي X واقول ان F1 اللي هي ال resultant equal F2 اللي هي ال point of action بتاعت F2 ولحد ال point اللي هي بتاكتف فيها ال resultant طيب F1 equal 50 و A C انا مسميها X و F2 60 طيب و B C والله كلها كانت ب 44 و انا مسمي A C ب X يبقى ال B C هي عبارة عن 44 minus X طيب بيبقى ده 50 X equal 60 44 minus X مثلا على 0 سوريا على 10 فيطلع 5X equal 6 بحيث ان انا طير ال 0 هنا وهنا فبدفايد على 10 للبوص 6 times 44 minus X تعال نكمل يبقى 5X equal 64 times 44 minus 6X 6X حلو يعني انا عملت ايه في ال 6 و ازعتها في البراكت اللي جنبها فبقى 6 times 44 minus 6X و ادي 6X دي الناحية التانية هي كانت بالنجت فتروح بالبوص تفتبقى 11 X equal 6 times 44 دفايد البوص على 11 يبقى X equal X sorry 6 times 4 يبقى 24 24 سنتيمتر تمام والاكس دي هي ال A C اللي هو عايزها هل هي ال Distance between line of action بتاع ال Resultant وال line of action بتاع الفورس فورس 1 F1 يعني تمام فهيبقى نمبر دي في كوشن نمبر دو بيقول فيه F1 و F2 act in the same direction وال Resultant اسمها R حلو يبقى R equal F1 plus F2 طبعا لو بتكلم على فيكتور يبقى F1 plus F2 ايا كانوا same او opposite طيب ده كده شغل على magnitude وده كده شغل على فيكتور تمام طيب تعال بقى نشوف اللي هو عايزها هي بيقول لك R و نقط بيقول لك مور زان F1 اه طبيعي لما الاتنين يبقوا same direction يبقى ال Resultant اكبر من اكبر واحد اكبر من F1 وكمان اكبر من F2 هل زان F2 عمر ما ال Resultant تبقى اقل من فورس معينة من لما يكونوا in opposite direction فالكلام ده غلط لان هو بيقولي انه same direction هل equal F1 minus F2 ولا F1 minus F2 ولا F2 minus F1 لان المينس ده في حوال المجنيتود لما يكونوا opposite direction الصح الوحيد هو number A طيب طيب اللي بتاكتف A هسميها F1 زي ما هو بيقولي او F2 F1 و F2 بتاكتف A يبقى F1 في A و F2 في B يبقى دي كمان ايه F2 حلو ال C دي midpoint بتاعت ال AB طيب ال Resultant عند point اسمها D دي مش موجودة على الرسمة بيسألك علي اول حاجة اقوال بعض لا لو كانوا اقوال بعض ايه كان ايه اللي هيحصل كانت ال D هي هي لان سعيفها ال Resultant هتبقى في الميت point لان بس هما مش اقوال بعض فبتبقى قريبة لمن قريبة الكبير مين اللي المجنيتود بتاعه اكبر اللي هو F2 طيب يبقى ال Resultant هتبقى قريبة ليه وبرقى الوسيم اهي طب والمجنيتود سيكس بلوس اه هتديك ايه فورتين هو ما بيساركش على المجنيتود هي يقول لك ان ال Resultant دي هتبقى بت اكتف point D دي بقى بلونجي ما بين مين ومين اول حاجة بلونجي للا ده مفوش حاجة طب دي ما بين بي سي اه صح لان هي موجودة في ما بينهم كده بدي بريشو كان بقى ما طلبش مني اللي انا اجيبها اصلا حلو طيب بيقول لك اه هي هي السي يعني coincidence او coincides على السي حلو يعني اللي اتنين منطبقين على بعض او اللي اتنين هم هم يعني كم ده كان يحصل لو كان F1 equal F2 في المجنيتود تمام وسم ديركشن طبعا طيب هل الدي بلونجي للا AB AB ده هنا ده line segment ولا Ray يعني ممتد من ناحية البي عمره ما يبقى راي الا لما يكون two forces in opposite direction لان الريزلطة ان ساعتها بتبقى كبير مع الكبير والبر طيب بيبقى الانصر الصحة هو choice B طيب question number 7 بيقولك in the opposite figure F1 و F2 two parallel forces acting in opposite direction زي ما متوضح عندك في point A و point B طب والC هي midpoint بتاعت AB resultant تبقى active D والD belong لل line اللي اسمه AB خلي بالك AB بيبقى مكتوب عليه Ray ولا line ولا line segment طب هو مين المجنيتود الاكبر F2 ولا F1 F2 فتبقى resultant معها والبر طب والمجنيتود بتاعها هو المجنيتود الكبير مع الناس الصغير يبقى 10 حلو يبقى دي ال point of action بتاعت ال resultant اللي هم ساميها ايه D هل هي belong لل A B اه ك line segment لا هل هي D belong لل A C لا هل D belong لل B C لا هل D coincides على C لا طيب هل هي D belong لل A B Ray اه شوف هي ده كده A B كده من A ل B لما اطلع من ناحية A يبقى ده ال Ray بتاع A B يبقى هي مش belong لل Ray يبقى ده تشايس الصح يبقى تشايس الصح number D تمام تشايس الصح number eight بيقولك two barrel forces in same direction المجنيتود بتاعها F و 3F ارسم اتنين same direction تمام بتاعت واحدة في A والتانية في B ال F هي اللي في A عشان بيقولك respectively يبقى دي F والتانية اسمها ايه 3F اللي هي بتاعت في B ال A B كله كام ب60 سنتيمتر طيب ال resultant تبقى بتاعت في point C وال C اكيد ما بين A B يعني اكيد هتبقى بلونج ما بين A B يعني بلونج لل line segment A B عشان اللي اتنين two forces يعني ليهم نفس direction طيب انا عارف ان الفرصة بتبقى معك يعني ايه قريبة لكبير و دي السي اهي عم طيب وال R كمجنيتود والله F1 plus F2 فتطلع حل طيب انا بسألك على A C تعال على A C كده وسميها X يبقى ال C بي اسمها 60 minus X وهتقول لي F times A C اللي هي X تعال بس نمسح عشان ما تتلخبطش ما بينها وما بين X يبقى times X equal three F times the distance ما بينها وما بين ال resultant اللي هي ال B C اللي هي مين دلوقت اللي هي 60 minus X طيب كويس ال F هتروح مع F حلو يبقى X equal 3 times 60 minus X طيب يبقى X equal 3 هتتوزع في times first times second يبقى 180 minus 3 X حوادي دي ناحية تانية عكس تبقى 4 X equal 180 تبقى X بتاعتي equal كام تبقى 45 45 A سنتيمتر يبقى اللي تشوي الصحة ونمبر ثي طيب 9 بيقول لك يبقى كده من المعلومة دي عرفت ان ايه مدام مش اكبر من F1 و F2 وهي اكبر من اصغر واحدة يعني لو هما كانوا سيم لازم تبقى اكبر من الاتنين لو هما ممكن تبقى اصغر منهم من الاولى والتانية وممكن تبقى اصغر من واحدة واكبر من واحدة فانا من المعلومة دي عرفت ان هما ايه تمام مين بقى الكبير F2 مين الصغير F1 يبقى دا كده يبقى ان لو رسمت F1 هنا يبقى F2 هنا طب الريزالتنت هتبقى فين هتبقى معك كبير والبرا حلو ادي كده الريزالتنت طيب بيقول لك بقى اللي تشيز اللي عندك F1 و F2 اكت انسيم دايريكشن غلط تمام كانت ساعت هالر هتبقى اكبر من F1 و F2 فما ينفعش طيب من المعلومة دي عرفت مين الكبير عرفت ان F2 هو اكبر من F1 فيبقى الار سيم مع F2 يعني في نفس الريزالتنت بتاع F2 بيقول لك R و F1 لهم نفس الريزالتنت غلط برضا هل R equal F1 من F2 الشكل دا ايه الشكل دا فيكتورز الشكل دا ايه فيكتورز فانا ما ليش دعوة هم ابزت ولا مش ابزت دايما دايما لو هم فيكتور يبقى الار equal F1 plus F2 as a victor as a victor as a victor ولا ايه حاجة حلو يعني ما ينفعش تقول لي ده الكبير minus الصغير اه لو انا كتبته بالمنظر دا و قلت ده انما هو magnitude هتقول لي اه ساعتها هو F2 minus F1 لان F2 هي الاكبر دا كده كmagnitude انما resultant as a victor هتبقى ايه F1 plus F2 لان شغال victor فالكلام دا اصلا غلط حتى لو هم كانوا ايه in opposite direction طيب F1 و F2 دا تشويس بي F1 و F2 act in opposite direction اه دا تشويس الوحيد اللي صح هيبقى اللي تشويس صح هو number B طيب في question number 10 بيقول لك resultant as a victor two barrel forces equal 30 و F الر equal 10 طيب هي الر ايه علقتها بال30 اصغر يبقى اصغر من F1 صح مدام اصغر من واحدة فيهم يبقى الاثنين in opposite direction طيب حلو او ما هو ممكن تكون هي 30 هي كبيرة sorry 30 هي كبيرة يعني بالمنظر دا دا الاحتمال الاولين يعني او case 1 case 1 دا هيبقى عامل ازاي يبقى لو F1 هي 30 و F2 هي اللي مسميها F و F1 هي الاكبر تمام تمام يبقى ال resultant معها والبر حلو يبقى دي ال R ساعتها في الكيس دي ال R هتبقى ايكوال كام هتبقى ايكوال الكبير ماينس صغير اللي هو F1 ماينس F2 طب ال R بكام بتن و F1 بكام بسيرتي و F2 ما عرفش طيب و F2 ما عرفش ها جيب بقى F2 ناحية التانية يبقى دا سيرتي ماينس تين تديك 20 20 دا كده احتمال اهو طب 20 طب فين بتاعها عكس ال resultant عكس F1 طب هات بقى الاحتمال التاني تعال بقى الكيس 2 طيب هنا ادي F1 برضو اللي هي مدهالي بسيرتي ودي F2 اللي هو مسميها F المرة دي هقولي ان F2 هي اللي اكبر يبقى F هي اكبر من سيرتي يبقى resultant هتبقى فين هتبقى معك كبير وف نفس ال direction يبقى المرة دي resultant اهي تعال هنسميها Rdash مختلف عن الكيس الاولانية ساعتها Rdash دي الكبير مينوس الصغير يبقى F-30 والRdash دي resultant هوم الدهاني نفس سوري هنسميها R زي ما هي كماجنيتود يعني بس ال direction بتاعها اختلف يبقى 10 يبقى F equal cam ودي 30 ناحية تانية عكس ساعت تبقى 40 40 ايه 40 نيوتن طيب لو انا جيت قلت لك انها ايه بـ 20 زي الكيس الاولانية هقولك ايه والله عندك ادي 20 هو 20 هو تعال بقى نقرى الباقي بيقول هو باقي باه فورتي اه صح هل هي اكتين سيم ديريكشن بتاع تيري غلط طيب لو انا كنت مدها لك بقى فورتي تعالى نشوف اللي اتنين باقي باقي الجملة عندك عام له ايه يقولك اكت ان اوبزت ديركشن بتاع الريزولتنت هل الفورتي هنا. الي هي ال f عندك. اكت ان اوبزت وولا مع الريزولتنت مع الريزولتنت. فالكلام ده غلط. طب الفورتي هنا اكت ان دي سيم ديركشن اف تيرتي لا ده الوبزت ديركشن. ال f تحت هي وال a وال f one سيرتي فوق. صحي بقى ده غلط يبقى التشوية الصحيح الوحيد الذي معك هو نمبر ايه ايه? طيب. question number 11 بيقول لك F1 و F2 two barrel forces اكت ان A و B respectively طب انا مش عارف مين مع مين هل هما سيم ديريكشن ولا اوبزت بيديني والله F1 بسيرتي كيلو جرام ويت ويقول لي F1 greater than F2 كماجنيتود طب والرزولتانت الماجنيتود بتاعها تين كيلو جرام ويت واكت ما عامين في اكت في بوينت سي وان البي سي اكوال ناينتي طيب هي الريزولتانت بكام بتن والف بكام بسيرتي معنى كده الريزولتانت اصغر من واحدة فيهم اصغر من من فرصة معينة يعني ده كده بقى اصغر من الكبيرة مدام اصغر من F1 او F2 يبقى طب ارسم الريزولتانت مع مين مش هو بيقول لي ان F1 اكبر من F2 فيبقى الريزولتانت لها نفس الديريكشن بتاع مين F1 بس بتاكتفين برا اللي بيقول لي عليها طب ال F1 كان بتاكتف A وال F2 بتاكتف B والريزولتانت بتاكتف C طيب هو F1 بكام بسيرتي والريزولتانت بتن والريزولتانت تعرف عشان هم يبقى الفرصة الكبيرة منس الفرصة الصغيرة الريزولتانت بتن و F1 بسيرتي و F2 معرفهاش يبقى F2 هتطلع معك بكام بتوينتي طيب بعد كده اعمل ايه? والله هيمديك البي سي البي سي هو الطول كل ده اللي هو بكام بناينتي سنتيمتر انا عايز مين عايز ايه بي سمي اكس يبقى الحتة دي اسمها ايه? ناينتي مينوس اكس اصدق على الاسي يعني طيب يبقى انا عارف F1 times A C equal F2 times B C F1 بكام بسيرتي طيب times A C انا مسميها ايه? ناينتي مينوس اكس equal F2 احنا لسا مطلعينها بتوينتي times B C اللي هو هيبقى بكام بناينتي طيب تعالي نحسب الكلام ده بقى اولا دفايد تن عشان الزير يروح يبقى ده three times ninety three times ninety اللي هي two hundred seventy minus three times negative x negative three x equal two times ninety يبقى one hundred eighty يبقى two hundred seventy minus one hundred eighty equal three x بحيث لانا وديت three x دي عكس السين والone hundred eighty العكس يبقى three x عندي بقى اكوال كام? هتبقى three times both sides تطلع الاكس بتاعتك بكام? اللي هي الاكس هنا تطلع بكام بسيرتي اللي هو choice number ايه? طيب في كورسن number 12 بيقول لك F1 و F2 برا الفورسيز وين اوبزت دايريكشن F1 equal seven و F2 equal nine والتو فورسيز بنيوتين طيب اوبزت دايريكشن اهو هدي ده كده F2 اللي هي بكام بناين وده كده ايه? F1 اللي هي بكام بسيفن طيب بيقول لك distance between the resultant and the second force equal 35 طب لو قلنا ان F1 بتاكتف ايه? والF2 بتاكتف بيه? طب F2 اكبر ولا F1? لا ده F2 اكبر من F1 يبقى الـ resultant مع مع الـ direction مع الـ direction بتاع F2 البرا طيب وبتاكتف بوينت هنسميها C طب هو بيقول لك distance between the resultant والـ second يبقى اصده على مين? على الـ PC يبقى دي اللي بسيرتي 5 سنتيمتر طب لو انا قلت لك حتى المجنيتود بتاع الـ resultant هتقولي الـ F الكبيرة منس الـ F الصغيرة اللي هو 9-7 هيتطلع بكام بـ 2 2-A طيب هو عايز بقى distance between the two forces يبقى عايز مين? عايز الـ A-B طيب مش انت عارف ان F1 سميها X ياهو ياعم F1 times the distance ما بينها وما لحد الفورس اللي هو A-C equal F2 times the distance ما بينها وما بين الـ resultant اللي هي B-C B-C طيب F1 بكام بـ 7 A-C بكام A-C هو عبار عن 35 plus X equal F2 9 و B-C بكام 35 حلو يبقى 35 plus X يبقى ده X times 35 وهو ادي 7 الناحة اللي في الـ left hand side الright hand side هو اديها بالـ divide يبقى ده 7 وده 35 يبقى 5 5 times 9 يديك 45 حلو يبقى الـ X equal ودي 35 الناحة التانية عكس الساين يديك 10 10 A-10 سنتيمتر فيبقى اللي تشاهد الصح بتاعك هو number A طيب في قصة number 16 بيقولك in the given figure F1 و F2 do the barrel forces in same direction active A و B respectively والresultant active point C وال C belong لل line segment A-B طب F1 بيقولي انها بـ 8 والresultant بكام بثرتين اقدر اجيب F2 ما هما same direction يبقى F1 sorry يبقى resultant equal F1 plus F2 resultant بكام بثرتين و F1 بـ 8 يبقى F2 بـ 5 عملت ايه وديت الـ 8 ناحة التانية عكس الساين يبقى 5 حلو يبقى ألفنا دي يقولك distance between A-C equal 10 cm عايز مين عايز الـ A-B كله فهسمي ده X طيب فبيقولي يبقى F1 times A-C اللي هي بكام بـ 10 equal F2 اللي هي بـ 5 لسه جايبينها times distance ما بينها وما بين الـ resultant اللي أنا مسميها ايه X يبقى X equal A times 10 over 5 هيطلع بكام بـ 16 هل انت عايز الـ X لا الـ X دي اسمها B-C انت عايز مين عايز الـ A-C سوري عايز الـ A-B الـ A-B دي هي عبارة عن كام عن 10 plus X يبقى هي 10 plus X اللي انت جابتها بـ 16 هتطلع بكام 26 سنتيمتر يبقى ده نمبر C question number 14 بيقولك F1 و F2 like forces يعني ايه ليهم نفس الـ direct اكتع عندي A-O-B respectively والـ resultant اسمها R اكتع عندي C-O-C F2 equal cam 6 تعال F2 6 والـ A-C بـ 24 سنتيمتر حلو والـ A-B كله بـ يبقى التاني بـ 32 سنتيمتر ليه؟ لان انا ساعتها اقدر اقول ان الـ A-B هي الـ A-B كلها حلو فاجبتها من الحتة دي زين هو بيسألك عن مين؟ عن F1 و الـ resultant طيب واحدة واحدة مشان عارف ان F1 بـ حلو F1 كم؟ معرفش طب اكتع عن F2 بـ بـ يبقى ف1 هتطلع بـ كم؟ هه يبقى ف1 هتطلع بكام؟ تطلع بقية حلو قوي هما دول مش two forces barrel with same direction. والار يبقى ساعتها equal F1 plus F2 كما جنيتود. يبقى الF1 لسه مطلحها ب8 والF2 ب6. يبقى الكلام ده بكام ب14. 14A 14 newton. يبقى اللي تشاهد صح هو number A. اه قسوة number 15 بيقول two forces F1 و F2 act in same direction. والresultant equal 25. يبقى F1 plus F2 equal resultant اللي هي ب25. طب. and acts at point four centimeter away from the first force and six from the second. يبقى الاثنين اللي هم نفس ال direction. حلو كده. طيب الاولة بتاكتف A والتانية في B. والC ما بين ال AB. عشان هما same direction. طب هي قريبة لمن? قريبة لل. للأكت عند four centimeter away from F1. يبقى هي قريبة للF1. هاو. هي دي. طب هو مدهني بكام بfour? والدستنس ما بين هو ال F2 ب6. حلو. طب انت عايز ليه بقى بديك ال resultant ب25 جميل جده. طب وبعدين انت عايز ال F1- F2. طب اكتب اللي انت عارفه. F1 times AC love for equal F2 times mean? طب اكتب اللي هو بكام بسيكس. يبقى ده. انا اللي عملتها بالمنظر دي عشان دي تبقى اكوشن تو. تمام? وانا مرتب اكوشن 1 بنفس الترتيب اللي هي ارون بلوس ار تو اكوال ال resultant اللي هي 20 اي 25 يبقى دي اي ارون. ممكن نحسبها بالكالكولياتور. وممكن واحد تاني يقول لي لا انا هاضرب الفورس السوري. الاولانية في سيكس. يبقى ده بسيكس F1 plus 6 F2 equal 25 times 6. صح كده? واعمل ايه? اعمل ايه? فدول يروحوا مع بعض. يبقى فور F1 plus 6 F1 يديك 10 F1 equal 25 times 6. يبقى F1 بتاعتك equal 25 times 6 over 10. يبقى F1 بكم بففتين? ايه? اه نيوتن. طيب اند. اها F2 روح اعمل سبستيتيوت في الاولانية خالص. F1 by 15 يبقى F2 كام بتن. عشان الصم يديك 25. يبقى ده ب 10. وده بكم ب 15. انا عايز مين منس مين عايز الفتين منس الان. يديك 5. يبقى ده لي. طيب ده لتشويس نمبر دي. طيب في جنابس نمبر سكستين بيقول F1 F2 B4 ببرى لالفورسيز وليهم نفس الديريكشن. F1 بتاعتك في A و F2 بتاعتك في B. طعم ادي A ادي B و ادي F2. طيب وال oh والس هي بتاعت الريزولت مش شرط تكون في الميت بوينت انا معرفش هما اكوال ولا لا. طيب ايه اللي هيحصل بقى بيقول لك اف وان عادين نزودها. يعني هو بيقول ان المجنيتود بتاع اف وان عادين نزودها. طب هي مش الار اكوال اف وان بلاس اف تو لانهم سيم دايريكشن حلو. طيب كل ما هنزود ايه اللي هيحصل? والله اف تو اولا ثابتة. والديريكشن اف و اف تو سيم دايريكشن ثابت. يبقى اله سيتقعد تتحرك بس ناحية اله ليه? لان الريزولتان تبقى اريبا لكبير ماشي. بس لما انت مش عارف دلوقتي هو من الكبير بس كل ما اف وان تزيد كل ما الريزولتن تتقرب ناحيتها. وهنا بقى بص اول حاجة اف وان عدد زيد فيبقى التوتل كله ايه? بتزيد. يبقى المجنيتود بتاع الريزولتان تبيزيد. بيزيد هنا ما اتغيرتش هنا ما اتغيرتش يبقى ده غلط طيب ايه تاني انها بتقرب للايه يبقى لا غلط ده تورد مين تورد الايه يبقى لتشوية الصح ونمبر بي في كويسة نمبر سيفنتين بيقول بيقول ايه في عندي احتمالين طيب لغاية هنا كده احتمالين تعال نكمل نشوفه ايه الحكاية بيقول لك اللي هي الفورس المعروفة اللي هو بيتكلم عن مين دلوقتي اللي هي الففتين يبقى مدام الريزولتانت او ابزت لوحدة من الفورس يبقى كمان ايه طب كمان الريزولتانت عكس الخمستاشر فالريزولتانت مع مين مع الاف يبقى الاف هي مين هي كبير يبقى دي كده الاف ودي كده مين الففتين تمام تعال بقى نرسم الريزولتانت الريزولتانت هتبقى مع الاف والبر حلق والمجنيتيوب بتاعها بتوينتي فايف طيب نعمل ايه بقى بعد كده اول حاجة انت عارف ان الريزولتانت هتبقى اكوى الاف اللي هي الفورس الكبيرة مناس صغيرة يبقى مينوس ففتين والريزولتانت هم بس كده هو ده هو اللي عايز هو عايز بتاعت الاف يبقى كويس النمبر ايتين بيقول اف و اف تو دول. اكبر من اف تو اهو ارسم بس في الكس الاولانية اللي هو بيقول عليها ادي F1 و ادي F2 ومدام قال لي F1 اكبر من F2 يبقى الريزولتنط اكبر اه سوري اقرب للكبير اقرب لمن للكبير دي C و F1 بتاكتف A و F2 بتاكتف B طيب فده مجنيتود of each has doubled يعني ايه doubled يعني F1 دي بقت 2F و F2 بقت 2F2 حلو كده فيبقى الريزولتنط بقت بكام الريزولتنط في الكيس الاولانية كانت طب بعد ما حصل لها فبقت ايه? بقت صح? خد كده يبقى ده حلو يبقى حصل لها ايه? بقى كمان هي يبقى يبقى ده غلط. طب هي بس? تعالى. هل ما كانها تغير? لا هنا ايه? خليناها وده فبقى نفس الكلام. هي لسه فالمفروض ان ما كانها ما ايه? ما يتغيرش. يبقى حل? ولا هتتحرك راحة ولا اتنين حصل لهم مع بعض. تمام? يبقى صح او ايه? طيب اه بيقولتوا واحد اسمها اف والتانية تو اف. تعالى نرسم لاتنين اهو. هتبقى واحدة اف والتانية تو اف. حلو. المفروض تبقى مع مين معك كبير صح? طيب او قريبة لك كبير. حلو او? وده كده بتاكت في بوينت اسمها سي. و اف كانت بتاكت في بوينت اسمها ايه اللي هي مسميها اف. و اف تو اللي هي تو اف. في بي. طب بيقولك ان ال اي بي كله كام بسكستي يبقى ده سكستي سنتيمتر. حلو? طيب يبقى ايه? بقى بالمنظر ده. هنا بقت اف بقت عند البي. وهنا بقت بس بقت عند ال ايه. عند ال ايه. هل بتغيرت? لا. طيب هل المجنيتود بتاع بتاعتها تغير? لا. بس اكيد بتاعتها تغيرت. هتبقى ريبة برضو الكبير. فيبقى الار بتاعتك بالمنظر ده. بس بتاكتف بوينت تانية اسمها سي داش. طيب هو مكان السي في الكس الاولانية كان فين? تعال نشوف. مش هو اف اه تعال مسلا نسميها اكس. وهنا هتبقى سكستي ماينس اكس. هيبقى ده اكس. اكوال ايه? اكوال تو اف. طيب ما بينها وما بين الريزولت انت لايها سكستي ماينس اكس. طب الاف هتروح مع الاف. يبقى اكس اكوال تو تو طايم السكستي وال من هندد تونتي. وطو طايم كانت بعيدة عن بكام وبعيدة عن بس بفورتي. يبقى هنا نفس الكلام. هي بعيدة عن الاف من غير ما احسب. بعيدة عن الاف بفورتي وبعيدة عن الاف بكام بتوينتي. يبقى هي كانت هنا. وتحركت كده. تحركت كده قد ايه. ازا كان دي بقت فلقيتها بقيت فاتحركت قد ايه? فيبقى طيب. ان دي اوبز تفجر بيقول لك ايه دي ببقى سكت الانجل ايه وف وان طيب قبل ما نروح لاي حاجة تعال افكرك بالبايسكتور. بايسكتور من اسم ايه? او كنا بنستفيد بيه باي يعني كنا بنقول ان اي بي اي سي اكوال بي دي. يعني كنا بنقول الاي بي. اوبر الاي سي اكوال اه بي دي اوبر سي دي. حلو? طب ده كان رول برضو كان ايه دي اكوال سكوال روت اوف. الاي بي تايمز اي سي مينس البي دي تايمز دي سي. ده كده ايه? 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 من الانجل بتاعت الايه من جوه. تمام? طيب دول الروز اللي انت خدتهم في ولسانه. تعال بقى نشوف هنستفيد بيهم بايه في الشغل بتاعنا هنا. طيب اول حاجة انت تعرف ان الريزولت انت اكتف دي ودول سيم دايريكشن هو بيسألك عن اف وان اكوال كم من اف تو? ف اف وان طايمز مين? طايمز بي دي اكوال ها? اف تو طايمز مين سي دي. انت عايز اف اف وان لوحدة. يبقى وديها انا حال تاني يبقى اف تو تايمز سي دي. اوفر بي دي. تعال نكتبها بالمنزر ده. يبقى سي دي على بي دي في اف تو. بحس الريش دي اشوف ايه يا اكوال كام? طيب مش سي دي. مش شوف شوف رولا. البي دي على السي دي كان اكوال اي بي على اي سي. بس اللي موجود هنا السي دي فوق والبي دي تحت. يبقى هنا هو عبارة عن اي سي اوفر اي بي. في اف تو. طب الاي سي بكام بقيت? والاي بكام بفور? اف تو. يبقى ده اكوال كام? تو اف تو. يبقى الاف فون بتاعتك بقت ايه? تو اف تو. يبقى هي الضابل بتاعها يعني. يبقى لتشويس صح بتاعك وهو نمبر سي. يبقى اخر سؤال معانا في الجزئية دي. كوالسل نمبر توينتي وان بيقولك في تو برا الفورسز اف و اف تو اكتف اي و بي. والريزالت انت بتاعتهم كانت بكم? اه بتاكتف سي. و سي بلونجي لللاين بتاع ال اي بي. و اف تو اف سري بتاكتف اي و برده. حلو. والريزالت انت لسه بتاكتف سي زي ما هي. طيب. ومديك شوية بتوين السري فورسز طيب. ايا كانوا او مش انت دايما كنت بتقول لي اف وان في اي سي اكوال اف تو في اه في بي سي. حلو. طيب جميل يبقى ده واحد. تعالي الكيس التانية. الكيس التانية مش لسه الريزالت انت بتاكتف اه في سي حلو. بس واحد اسمها اف تو بس المرة دي اف تو هي اللي بتاكتف مين في ايه? و اف سري هي اللي بتاكتف بي. يبقى لما تيجي تكتب الرول يبقى ده اف تو تايمز اي سي اكوال اف سري تايمز بي سي. دي كده الاكواجن التانية. هنعمل ايه في الاتنين دول? هنضيفايد على بعض. يبقى اللفت على اللفت. يبقى اف اف اون في اي سي اوفر اف تو تايمز اي سي اكوال ها الرايت على الرايت يبقى اف تو تايمز البي سي اوفر اف سري تايمز البي سي. طيب هتلاحز ايه? هتلاحز ان ال اي سي هنا وال اي سي هيروحوا مع بعض والبي سي والبي سي هيروحوا مع بعض. يبقى عندي اف وان اوفر اف تو اا اوفر ايس اا اف اعمل يبقى تمام الشباب نشوفكم باذن الله في الامورك الجاي